اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين مساء الفل عليكم في جولة جديدة وحكاوة جديدة ومهمة جدا بتحصل حوالينا في الدول العربية وايضا العالمية قبل ما نبدأ حابة افكر الناس بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولو عجبهم الفيديو مايبخلوش علينا باللايك والشير النهاردة معنا كذا خبر مهم لازم ان نتكلم عنه في منها دول عربية وفيها غير عربية ولكن نهمنا دلوقتي موضوع اه الروسي وصل الموضوع لغاية فين لغاية دلوقتي والتهديدات الجديدة على العالم بعد ما امريكا رفعت فايدة الدولار تاني لخمسين نقطة او نص نقطة زي ما بيقولوا او نص في المية وده هيتسبب في مشاكل كبيرة وارتفاع كبير جدا في الاسعار الحقيقة الروسي النهاردة اه وجه او بطن بالتحديد وجه رسالة وتحذير للغرب بينهم مستعدين لاي سيناريو محتمل ان كان ضرب نووي او اي شيء وبيوجه الرئيس الروسي فلاديمير بطن تحذير يوم الايامة للغرب عندما يقود الاتنين احتفالات الزكرة السبعة والسبعين انتصار الاتحاد السوفيتي على المانيا النازية ده عبارة عن ذكرة مهمة جدا في روسيا بقالهم سبعة وسبعين سنة بيعملوها من ساعة الحرب العالمية التانية وانتصارهم على المانيا بيبقى كل مرة بيستعرضوا فيها الكوات بتاعتهم والاسلحة بتاعتهم ولكن المرات الاستعراض هيبقى اقوى واكبر عشان يوروا العالم كله ان روسيا قادر على ايه فبيقولوا ان بوتن بيتحدث ان هو بيتحدى العالم برغم العزلة الشديدة اللي فرضها عليه الغرب في الميدان الاحمر يعني قصود الكريملين الخبر على فكرة منقول عن سكاي نيوز عشان تبقوا عارفين هيستعرضوا فيها وزارة الدفاع الروسية قالت ان هيكون في الاستعراض طيارات هتطير فوق كاتدريات القديس باسيل هتشارك فيها مقاتلات اسرع من الصوت وكاذفات تو وان هندرد سيكستي الاستراتيجية كما سيدم الاول مرة من سنة 2010 طيارة القيادة الـ 80 اللي بتعرف باسم يوم القيامة التي ستحمل كبار الدباط في حالة نشوب حرب نووية وتصممت الطيارة لتصبح مركز القيادة الطائر للرئيس الروسي في حالة حدوث مثل هذا السنالي وهي زاخرة بالتكنولوجيا ولكن تفاصيل ذلك على وجه التحديد بتعتبر من اسرار الدولة الروسية فهم بيقولوا مهما حصل احنا سبتين في مكاننا ومش هنعمل الغلطة اللي احنا غلطناها لما اتفوضنا مع هتلر في قبل حرب العالمية التانية سنة 1941 وساعتها خسرتنا كانت خسارة كبيرة جدا ومات ناس كتير جدا فاحنا مش هنكرر الخطأ ده تعني مع اوكرانيا يعني من الواضح مش هكون فيه مفاوضات جادة ما بين روسيا واوكرانيا هم بيحاولوا يعملوا كده لكن لأسف ما فيش اي نتيجة واضحة وهم مش هيقبلوا التضحية او التنازل عن شيء هم طلبينه ومن ضمن الحاجات المهمة برضو اللي لازم نتكلم عنها النهاردة ان في جمهورية مصر العربية في كلام على ان في موجة حرة جديدة جدا هتيجي لمصر والموجة دي جاية من الهند والمتابعة الاخبار عارف ان وصل درجة الحرارة في الهند الستة وستين درجة مقوية وهم بيوصلوا للدرجة دي بس مش في الشهر ده يعني هم عندهم في الطبيعي انه ممكن يوصلوا درجات الحرارة العالية دي على شهر خمسة آآ يعني في منتصف خمسة في شهر ستة لكن يحصل في شهر اربعة فده بيننسبة لهم حاجة جديدة وغريبة فالموجة دي للأسف هتجلنا آآ على مصر وهتكون الظروة يوم الاحد القادم وفيه احتمالية كبيرة جدا انها توصل لدرجات الحرارة في مصر من خمسة واربعين لخمسين درجة مقوية ودي درجة حرارة كبيرة جدا آآ ممكن نوصل لها والخبر نازل على موقع صدق البلد نقلا عن آآ متخصص في الدرجات الحرارة ومتخصص في الطاقس وخبراء في الارصاد قالوا احتمال كبير جدا ان الموجة الحرارة دي اللي وصلت لها الهند انها توصل لمصر ولكن مش بنفس درجة الحرارة ولكن هتكون اقل بكتير عنها وآآ قال الدكتور عزيز في تصريحات خاصة لصدق البلد انه من قبل انه تكلم عن مثل هذه الموجات الحرارية واللي كان بتعامل معها الناس زمان باعتيادية ولكن اصبحت الان اقصر حدة وبيقول ان الموجة الحرارية سوف تصل مصر لان الموجات القادمة من الشرق تصل لمصر لكنها ستصل مخففة بعد الشيء وسترفع درجات الحرارة عن المعدلات السنوية واوضح الدكتور عزيز اذا كانت درجات الحرارة في الهند وصلت لستين ستصل لمصر من خمسة واربعين لخمسين وهو امر غير معتاد حيث ان درجات الحرارة القصوى بمصر في هذا الوقت من كل عام هي ستة وثلاثين ده غير التغييرات الملاخية الشديدة جدا اللي بدأت انها تنتشر في كل العالم منها العصفة الترابية اللي وجهت العراق وكانت صعبة جدا وقدت الى وقوف الكثير من الرحلات الطيران في مطار بغداد الدولي وكمان حالات من الاختناق الشديدة جدا وبالنسبة ان احنا بنتكلم عن دولة العراق الحبيب في حمى طلعة في الدولة للأسف نتج عنها 8 وفيات واربعين اصابة بسبب الحمى النسفية في دولة العراق هم بيقولوا احنا متعودين على تلك الحمى ولكن السنة دي موضوع ارتفع جدا والاعداد كترت وفيه كلام ان هم خايفين ان الموضوع يوصل لوباء والخبر نازل على موقع اسمه اخبار الان بيقول ان احصت وزارة الصحة اليوم الجمعة وفيات واصابات الحمى النسفية في عموم العراق وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح لوكالة الانباء العراقية ان فيروس الحمى النسفية ليس بجديد في العراق وقد سجلت العراق 8 حالات وفاة و40 اصابة معظمهم كلها من محافظة اسمها زيكار وقال ان فيه ارتفاع نسبي في معدلات الاصابة خلال العام الحالي وانما بحثت شوية عن الحمى النسفية دي عبارة عن حمى بتجي للانسان بسبب تعامله مع الحيوانات الدبح وهكذا والدم والحاجات دي بتعمل بكتيريا وبتتسبب بحمى للناس فالموضوع بدأ يكبر كتير جدا فهم دعوا وزارة الصحة انها يعني تنزل بحملات لخصوص المحلات الجزارة والفراخ وهكذا علشان المفروض تراعي معدلات النظافة والحاجات اللي زي دي عشان المرض زي دا ما يوصلش الوباء وينتشر بين الناس لان تمانية برضو مش قليل يموتوا بسبب حاجة زي كده ده غير 40 حالة اصابة ممكن واحد منهم لقدر له الموضوع يوصل معاه برضو لحالة وفاة فلازم الحاجة زي كده ملف زي دا ما يتسبش في دولة العراق كمان من داخل الأخبار الكويسة النهاردة واسمعناها في المملكة العربية السعودية موقع السي ان ان وموقع كتير جدا اتكلمت على ان جيش التحالف او التحالف السعودي بيعلن عدد اصر الحوثيين اللي ارسلهم لليمن وبيكشف مصير الاجانب اعلن التحالف الذي تقود السعودية في اليمن الجمعة النهاردة عن عدد الاصر الحوثيين اللي تم الافراج عنهم مؤخرا ونقلهم للاراضي اليمنية وارسلهم عبر طيارتين واشار التحالف انه تم نقل 108 اسير الى عدن وتسعة اسرة الى صنعاء في حين يجري تسليم تسعة اخرين اجانب الى سفارات بلدهم طبعا فيه ناس بتحارب مع اليمن جايين من دول تانية هم عددهم تسعة كل واحد فيهم هيرجع لسفارة بلده ولفت التحالف انه ان ارسل 37 اسير برا للاعتبارات انسانية وبسبب قرب اماكن اقامتهم في اليمن من الحدود مع السعودية فالموضوع ما كانتش محتاج اوي سفر وكان قد اعلن التحالف عن مغادر الطيارتين لعدن وصنعاء لتسليم الاسرة ضمن مبادرة انسانية قدمتها السعودية في اليمن وده خبر كويس جدا ان في اسرة من اليمن رجعوا لدولتهم وخصوصا في العيد فدي حاجة حقيقة نشكر عليها المملكة العربية السعودية بالنسبة برضو عندنا في المغرب في حاجة غريبة حصلت حصل ان هما يوقفوا مؤيد لداعش خطة لعمل ارهابي هتقولوني عند واحد يعني هيعمل ايه في المغرب او هيعمل ايه في تونس ولا هيعمل ايه في الجزائر موضوع الداعشيين بدأ اكتر بطريقة غريبة جدا في تلك الدول وكل يوم بقنا نسمع عن اخبار عن ان كان ليهم خلايا نايمة في تلك الدول والحمد لله بمجهودات الامن والمخابرات قدروا ان هما يقبضوا عليهم قبل تنفيذ مخططاتهم الارهابية فهم ليه قصدين الدول دي بالذات وعايزين ايه منها وليه عايزين يعملوا حاجات زي كده محدش عارف القصد من الموضوع ده وخصوصا ظهورهم في دولة المغرب كتير جدا وساعات بنسمع في تونس برضو وساعات في الجزائر بس مش قوي خبر نزل اهو على موقع العربية بيقول ان السلطات المغربية القت القبض على شخص موالي لتنظيم داعش الارهابي كان ناشط في مدينة اسمها بركان موجودة في شرق البلاد للاشتباه في تورطه في التحضير والاعداد لمشروع ارهابي بغرض المساز بالنظام العام وقال المكتب محاربة الارهاب في المغرب ان تشخيص هوية المشتبه فيه وكشف معالم مشروع الارهابي جرى انطلاقا من ابحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي يعني هم قدروا يقبضوا عليه بمشاركة من مكتب التحقيق الفيدرالي الامريكي سبحان الله مش عارفوا ايه علاقة امريكا برضو بالدول بتاعتنا وانه هم يحققوا كمان هم قا يشكروا بانه هم ساعدوا جهازة الامن في الابضة عليه بس غريبة او انه هم يقبضوا عليه ويعرفوا مكانه فالامريكان متابعين او مركزين معانا ما شاء الله عليهم واشارت المعلومات الاولية في القضية ان الشخص الموقوف كان يتولى ادارة وتسيير مجموعة مغلقة على احدى المنصات تواصلية اعتقد التليجرام ده اكتر قاب او تطبيق بيتم استخدامه في الحاجات دي تتبنى اهداف ومشاريع متطرفة الحمد لله ان هم قدروا ان هم يقبضوا على الخلية دي قبل ما تعمل اي عمل ارهابي داخل دولة المغرب اه كمان من ضمن الاحداث اللي حصلت النهاردة وكنا لازم نتكلم عنها في موضوع في مصر او موضوعين كانوا شغلين الرأي العام والترند يعني في الهرم في العيد للأسف حصل ان ينزل فيديو عن تحرش حوالي اطفال يعتبروا اطفال سنهم من 12 ل 15 سنة نزلوا يتحرشوا بالاجانب والسياح اللي موجودين في الهرم واللي طلع كان بيصور الفيديو كان مرشد سياحي صور الفيديو علشان الامن يقدر يوصل للناس اللي بيتدايق السياح وكان الفيديو الحقيقة دايق ناس كتير واصر غضب المصريين ان يدول ضيوفة على البلد ما ينفعش يتعاملوا بهذه المعاملة وخصوصا في ايام عيد الفطر يعني قلة الادب دي والسفالة دي بس الحمد لله الحكومة نزلت نظفت وكمان اتعاملت مع الباع الجائلين والناس اللي بتعاملوا السياح وكان فيه حملة كبيرة جدا هناك ناحية الهرم نتجعنا الابضع ركزة مشتبه فيه والحاليا بدوروا في الفيديو على الولاد اللي عملوا كده من خلال ظهور ومداخل الفيديو للابضع ليه بالرغم من الاجانب ما عملوش ولا محضر تحرش ولا اي حاجة ولكن الحكومة تحركت من نفسها لان حاجة زي كده شكلنا بيبقى وحش قدام الاجانب في حاجة زي دي ده حاجة ثانيا حصلت حادثة النهاردة قلت طاعت قلوب المصريين برضو كان في عمارة في مدينة نصر حصل فيها حريق في شقة في الدور العاشر حريق كان شديد جدا اضطر للأب انه بيحسب ان بالطريقة دي هينقذ ابنه وكان عنده اربع سنين حضنه ونط من فوق العمارة والاسف الاتنين توفهم الله لكن الام كان معاها بنتين وكانوا في بلكونة في شرفة وبيستنجدوا بالناس الحمد لله وصلت المطافي وقدروا ان هما يطلعوا الام والبنتين بالسلامة ولكن كان في بنت تانية عندها خمس سنين موجودة في الشقة توفاه الله من جراء استنشاق الدخان هي متحرقتش بس الدخان تسبب في حالة اختناق فماتت فالاسف النهاردة الاسرة دي فقدت الاب وابن وبنت واللي قدروا ينقذوهم بنتين وامهم فربنا معاهم طبعا ويصبرهم حادثة صعبة جدا وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي برضو النهاردة حبيت ان انا اقول لكم ايه اللي بيحصل في العالم وحاولينا في كل الدول العربية وايضا عشان نكون عارفين الدنيا ماشية ازاي اشكركم يا جماعة كان معاكم اختوكم ماريا اتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعمل اللايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس واشوفكم بخير على قناة مساء الاخبار